شدد الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي خلال لقاءه أعضاء في هيئة علماء اليمن على ضرورة قيام العلماء بدورهم في بيان مخاطر الطائفية وخطورة المد الإيراني أطالب هادي العلماء بفضح وتعرية مشاريع القوى الإنقلابية التي تدثرت تحت عباءة المناطقية والطائفية لغزو وتدمير اليمن هذا وأعرب علماء اليمن عن امتنانهم لجميل دول التحالف العربي بقيادة المملكة لتحرير كثير من مناطق اليمن من سيطرة الميليشة الإنقلابية ودعت الهيئة إلى سرعة دحر الميليشة الحوثية الإيرانية وعدم إتاحة الفرصة لها لإنشاء دولة داخل دولة